لم تتوقف معاناتهم عند حد التهجير والقتل ضريبة لسيطرة تنظيم الدولة على مناطقهم في سوريا والعراق ولم يكتفي زاعمو التحرير باعتقال أبنائهم وملاحقتهم بل قضوا على فسحة الأمل البسيطة التي أوجدتها لهم المحاصيل الزراعية هذه السنة عمليات إحراق الممنهجة في سوريا أيضا فضلا عن العراق محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شهدت حرق آلاف الهكتارات من محصولي القمح والشعير صحيفة واشنطن بوست صلطت الضوء على الحرائق المستمرة التي تلتهم المحاصيل شرقي سوريا وتقضي على الأراضي الأكثر خصوبة في المنطقة والمعروفة في القرون الماضية على أنها سلة خبز العالم الحديث وبحسب الصحيفة كان من المفترض أن يكون هذا العام عام الخير حيث توقفت الحرب نسبيا عن هذه المنطقة التي لم تتأثر بالجفاف هذا العام وكانت تعد بحصاد وفير إلى أن جاءت الحرائق الغامضة لتلتهم الحقول الذهبية الشاسعة وتعد هذه الحقول الدخل الأساسي للمزارعين الذين شهدوا ويلات الحرب وسنوات من الحرمان والبؤس حيث من المفترض أنها الأمل الوحيد لهذه المجتمعات التي تتطلع للتعافي من الحرب بحسب شهود عيان ومصادر محلية فإن الميليشيات الكردية المسيطرة على المنطقة هي المسؤولة عن افتعال الحرائق بدافع عنصري اتجاه الغالبية العربية التي تسكن الجزيرة السورية أسباب إحراق المحاصيل بحسب المحللين اقتصاديين عائدة إلى إبقاء الشعب في عوز اقتصادي ليضطر إلى استجداء الميليشيات الكردية للحصول على معونات بخسة وإجبار أبنائهم على الانقراط في صفوف الميليشيات المسلحة لتأمين قوت يومهم للأسباب نفسها لجأ نظام الأسد هو الآخر إلى إحراق المحاصيل الزراعية في ريف إدلب ضمن سياسة الأرض المحروقة انتقاما من شعب رفض العيش تحت ذل صياطه وقال تقرير للأمم المتحدة إن الحملة العسكرية على إدلب هي التي تسببت بحرق المحاصيل كما أظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء احتراق المحاصيل بعد أن استهدفها النظام بقنابل الفوسفور